لماذا التركيز في مسألة الوصول إلى ميناء غزة؟ كما تعلم عندما نتحدث عن التطويق عادة يعني أنت تطوق الأرض على سبيل المثال أو مياه أنت لا تسيطر عليها إسرائيل تسيطر على كل المياه يا سيدي الكريم وكذلك أن مسألة الوصول إلى ميناء غزة يعني قد لا يضيف الكثير في مسألة الهجوم يعني ألا ترى بأنهم يعني ما الذي يمنع أن يقومون بالاقتحام الآن في داخل قطاع غزة حتى وإن لم يسيطروا على ميناء غزة من هم متواجدين في ميناء غزة والأحياء التي تأتي حولها يعني سيكونون في موقف صعب للغاية لأن البحث سيكون من خلفهم وإسرائيل تسيطر عليها والقوات في الداخل هل لك أن توضح لي هذه المسألة؟ لا عيني دكتور رحمد يعني مسألة تصميم عملياتي بالدرجة الميناء أحد المنافذ اللوجستية بغض النظر مسيطرة على الماء كانت تبرد من خلال الضبادة البشرية بإمكانك أن تبرد ليلا بإمكانك أن تبرر عدد من الأعتداء والأسلحة بسياسة الطوفان أو سياسة الأسماك المغفية عدد كبير من الأساليب الممكنة والوسائل ممكن تستخدمها عبر البحر ولذلك يجد يعني مصمم المعركة الإسرائيلية أنه الأطباق من ناحية البحر وهي آخر منفذ ربما يكون من وجهة نظرة أنه ممكن أن يهاجم من خلاله أو من خلفه مهم جداً نقطة مهم معكة هو يبحث أيضاً عن نصر معنوي مسألة إدامة المحاور وربما تعلن عننا إسرائيل أنه هو نصر معنوي بأنها استطاعت أن تطلق على غزة وأنت تذكر قبل أربعة أيام أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه غزة تم الإطباق عليه وتم يعني محاصرته فعلياً لن تتم إذا أخذنا بنظر الاعتبار عوامل مهم ومن تدرس هناك شيء اسمه تقدير موقف استقبالات الطبغرافي والديمغرافي والجغرافية العسكرية الموجودة إذا تأخذ بنظر الاعتبار أنت تتكلم عن قطاع غزة اللي هو بكل الأحوال شماله والجنوبه هم نفس المواطنين فلسطينيين وبالتالي ما أحدث من براء في الجانب المدني بغض النظر عن المآسي والأحزان التي يمر بها أهلنا في غزة إلا أنه يحطي دافع آخر دافع عسكر ودافع حربي للصمود وهذا عمل لن تحس بإسرائيل ولذلك أنا أعتقد بجرد نظري مسألة القطع للشريان البحثي هو لقطع الدعم اللوجستي لحماس في أي شكل من الأشكال لا سيما منعنا من الحماس لديها عناصر مساعدة في سوريا لديها عناصر مساعدة في لبنان وربما يستخدمون البحر لدعمه وهذا أمر وارد جدا في تفكير أي مصدر عسكري وذلك يبحثون على هذه النقطة مينا غزة يعني ليس فقط بهدف عسكري مهم وإنما أيضا هدف معنوي يضيف إلى معنويات الجيش الإسرائيلي تم السيطرة عليه أعتقد هكذا